السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في عالم حسناء المغربية كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتوما كتشاهدوا معي هاد الفيديو اليوم ان شاء الله سنحضر معكم العدس بالجديد بطريقة تقليدية اللي كي يجي كتر من رائع ونحتاج وليس المقادر انا عندي هنا 400 جرام العدس هنا نقيته مزيان وغسلته ورقدته في الماء باش ما يتسلقش لي وعندي هنا بطريقة صغيرة حكيتها وعندي كذلك هنا جوج ماطيشات يكونوا متوسطة للحجم وعندي هنا القديد اللي رقدته في الماء باش تحيد منه ديك الملوحة وبالنسبة العطرية كان يحتاجوا عندي هنا تحميره مع القاسغرة تحميره مع القاسغرة ديالكامون نسمع القادية الخرقوم نسمع القادية السكنجبير وقبصة ديال الابزار وعندي هنا يمعلقة كبيرة ديال حك ماطيشة وعندي قصبره مع بنوس وربعات الفصوف ديالكامون تهم ما حكيتهم نزول طريقة تحضير عندي هنا تنجرة قبلة كوكوت غادي ندير فيها هاد ماطيشة اللي حكيت بسم الله ونضف فيها كدلك مثلا نضيف 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 ثم نضيف نضيف 4 كاس الزيت البلدية مخلط مع الزيت الرومية سوف نضيفه 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 نضيف الزيت نضيف الماء نضيف الماء الكافي ونصدع الكوكوت 15 دقيقة نضيف العدس 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 او البنات الشكل النهائي دي اللي عدس بالقديد كيفاش كيجي صراحة كيجي رائع في الماضاق ومنعوتش ليكم حتى الريحة طلع معاها كتشهي اللي كتوحن تسمح لي اه كنتمنى ان هالطبق دي اليوم تجربوه غير يعجبكم بزياد ولي عندكم شي سؤال او لا شي حاجة اخذيوها اليوم في التعليق وما تنسى ان يشاء البنات بلي لايك شكرا وإلى اللقاء في وصفتين اخرى ان شاء الله اتنام عليكم اتنام عليكم